خلينا نروح للكرة الطائرة سيدات وخلاص يعني قص شريط أو ضربة البداية للموسم الجديد بقيادة جديدة كابتر إبراهيم فخر الدين طبعا عارفين حضراتكم أن كابتر إبراهيم فخر الدين تولى المسئولية خلفا للمدير الفني القدير ساحب تاريخ الكبير كابتر حمد الصافي وتولى المسئولية بدأ يتمرى مع الفريق أو يدرب الفريق منذ ثلاث شهور أول مباراة بإذن الله يكون مع أصحاب الجياد في المجموعة الأولى في المباراة الافتتاحية في دور السيدات للكرة الطائرة المطش ده يكون بكرة بإذن الله سعر بعل عصر على صالة الشهداء في النادي الأهلي بمقرر النادي الأهلي بالجزيرة فريقنا طبعا الفترة فاتت بيه يعني بتتمرن بشكل جاي طبعا شروع فؤاد مؤادة الفريق فريقنا عمل تدعمات كويسة بالتعاقد مع اتنين محترفات لعبة سربية والتانية من فرنسا عشان يساعدوا الفريق في السيطرة ونقدر نستعيد لقب كأس مصر وأكيد الاتنين جايين في مركز الدريبة لأنه طبعا تعرفين أي الشامي حتى الآن بتخضع العلاج بعد ما عملت عملية كبيرة في كتفها واللي كايت بتلعب بيها مصابة سنتين الحقيقة ومع ذلك ما أسرتش تعمل مرحلة العلاج الطبيعي دلوقتي ولسه قدامها فترة الحقيقة عشان توصل فأنت كنت محتاج في المركز ده تدعم قوي إن شاء الله تكون تدعمات قوية كابتل إبراهيم فخر الدين بيمر الفريق فاصل الفريق عن كل شيء إن شاء الله الفرقة تعمل شكل كويس أنا عايز أقول لكم وفكركم إن الفريق هو بطل الدوري طبعا السنة اللي فاتت بعد غيابات كبيرة منه في البداية ولكن استطاع أنه يفرد كلمته ويفوز بالبطولة بطولة الدوري لم يوفقه التوفيق في الكأس وما شاركناش في أفريقيا أتمنى السنة دي إن شاء الله أن الأمور تعود إلى سابق عادها واللي بدأ به طبعا مصار التصحيح اللي بدأوا مجلس دارة النادي الأهلي وأيضا إدارة النشاط الرياضي عشان يحط الفريق سواء الرجال أو السيدات على الطريق الصحيح